محتاجين يعني نتوقف عندهم لانه الحكومة عملت نفي مهم جدا فيما يتعلق بمسألة التطعيم باللقاح كورونا ورنا كده جماعة ده النافي الرسمي طالعه من وزارة الصحة والسكان الكلام كان على ايه؟ الكلام كان على انه وزارة الصحة بتستخدم لقاحات تجربية لتطعيم المواطنين ضد كورونا ده الاشياء اللي طلعه طيب الوزارة قالت ايه؟ قالت الكلام ده بالصحيح يعني انه الصحيح انه كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة لتطعيم المواطنين في مصر حاصلة على الموافقة بالاستخدام من منظمة الصحة العالمية لماذا من كده؟ يعني فيه ناس قالك ايه؟ ده اللقاحات اللي بيطعاموا بيها الناس دي لسه تجربية يعني مش عارفين هي مفيدة ولا مش مفيدة هيبقى لها أثر ولا ملهاش أصل وزارة الصحة بتقول لا اول حاجة انه اللقاحات حصل على الموافقة بالاستخدام منه نظمة الصحة العالمية وبعدين بتخضع لعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتابعة للتأكد من جودتها وفاعليات وبتقول يعني للمواطنين لهم لا ينساقوا وراء تلك الشائعة طيب يبقى اذا يا جماعة الناس اللي بتقول انه اللقاحات دي اللقاحات تجربية كلام الصحيح لكن احنا عندنا موضوع تاني ومحتاج الحقيقة من وزارة الصحة ان تقول فيه قول فصل رسمي بمعنى ايه؟ ناس كتيرة النهاردة بدأة تتكلم في ايه؟ فانه يا جماعة الناس اللي خدوا الجرعة الاولى هيتم تأجيل الجرعة التاني والناس اللي هم مسجلين على الموقع وما جلهمش معاد لتلقي الجرعة الاولى حتى الان هيتأخروا شوي ده كلام ده كلام بيدور الان ده الكلام اللي بيدور يعني مع احترقهم الشديد للناس في مركز المعلومات بتاع مجلس الوزراء ووزارة الصحة الكلام بتاع اللقاحات التجربية ده احنا مسمعناوش كويس؟ يعني احنا بنتكلم ايه؟ باللي لينا واللي علينا الكلام بتاع اللقاحات التجربية ده مسمعناوش يعني اول مرة اسمعوا من نفي الشائعة اللي نزل على الصفحة بتاع مجلس الوزر معرفش يعني ممكن حد يسمعوا من حضراتكم ممكن لكن احنا ما سمعناهوش اللي سمعناه واللي الناس بتتكلم فيه وبتبعته لنا انه الله يا جماعة ده فيه تأجيل للناس اللي خدوا الجرعة الاولى يعني تأجيل الجرعة التانية وتأخير للناس اللي لسه ما خدوش الجرعة الاولى رغم ان هم ما سجلوا على موقع الوزر كويس كده طيب الجماعة بتوع الجرعة التانية دول انهم اللي هم مين اللي هم خدوا استرازنك داي بيبقى هنا المسألة اولى بالرعاية اولى بالاهتمام اولى باصدار بيان يقول ايه الموضوع بمعنى ايه بمعنى احنا جماعة في مصر هنا الناس لا الشعب ولا الحكومة يعني مغسلين وضمنين جن اذا كانت فيه مشكلة ما الناس تقول ببساط تقول والله يا جماعة هيتم تأجيل مثلا الناس اللي خدوا الجرعة الاولى اه قد كده والناس اللي خدوا اللي لسه ما خدوش الجرعة الاولى ومسجلين ممكن يتم تأخره وليه لان احنا الوقت معتمدين انه فيه حالة من الشفافية طول الوقت لما سألنا وزارة الصحة رسميا لا طلعت بيان ولا قالت تصريح رسم لكن من مصادرنا فيه وزارة الصحة حتى الان عشان احنا بنحاول نلاقي اجابة للسؤال بتاع الناس في الشارع فقالت المصادر فيه وزارة الصحة والله يا جماعة انه الجرعة التانية هتتأخر شوية ممكن تتأخر شوية والناس اللي مسجلين للجرعة الاولى ممكن يتأخروا شوية لانه هيتبعت رسائل بالموعيد عشان التنظيم الزيادة بحيث انه ما يحصلش تكدس في المراكز بتاع التلقي اللقاح ده كلام اتقال فيه شيء من المنطق ممكن يبقى فيه شيء من المنطق شيء من العقل ممكن لكن احنا محتاجين زي ما بقول لحضراتكم احنا عندنا الوقت الوزيرة قالت انه اللقاح المصر المصنع في مصر على نص اغسطس هيبقى فيه طرح اول عشرة مليون جرعة طيب فيه جرعات لسا جاية اللي خدوا استرازينكا في الجرعة الاول وتم تأمين المعادة بتاع الجرعة التانية اليوم هل ما فيش جرعات كافية فهذا هيتم التأخير شوية الناس تبقى فهمة وتبقى عارفة ليه لانه الناس لما ما بتبقاش عارفة وما بتبقاش فهمة بيبقى ده هو المجال الخصب والطربة المناسبة لنموه كل الشائعات اللي احنا بنقى نقعد نطارد فيها ونقعد نكدبها ونقعد نقول لا مش صحيح ولم يحدث جملة وتفصيلا والكلام ده احنا بنحاول يساعد بعض يعني اعلام هنا بيحاول يساعد الحكوم في الموضوع الكلام يا جماعة منتشر مش بس على صفحات تواصل اجتماعي لا الناس قعدة بتبعت لبعضها رسائل وتقول هل صحيح وانا ما بقولش ده من فراغ لانه انا النهاردة جات لرسائل كتيرة جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع التحديد هل في كذا احنا مش هنفتي يعني مش هنقول وسألنا في الصحة فمحتاجين بيان واضح ورسمي بعيس الناس ما تتفاجئش بعيس الناس ما تتفاجئش وترجع الحكومة تقولك والله الاعلام مش مساعدنا في ان احنا نوضح الامور للناس احنا بنقوله بنحذر من انه في مشكلة ممكن تحصل خلال ايام اللي جاي وزي ما حضراتكو سامعين وزي ما حضراتكو عارفين في وزارة الصحة انه يا جماعة ببساطة شديدة الرهان على ان احنا ما ندخلش في دوامة الموجة الرابعة انه التطعيمات تزيد قالك نحافظ على الاجراءات الاحترازية ونزود نسبة التطعيمات فده يخفف من وطقة لو في موجة رابعة جاي انا بقول يعني او اثرت هذه القضية ببساطة عشان يبقى فيه كلام واضح من الحكومة للناس بحيث المسألة ما تتسبش للغموض ما تتسبش للناس اللي تطلع شائعات او الناس اللي تقول فيه وما فيهش وإن اللي حصل وإن اللي تأخر ومين اللي عنده المشكلة لا المسألة ببساطة لان احنا عايشين كلنا في نفس البلد وعارفين الظروف وعارفين الامكانيات وعارفين ان الدولة الحقيقة لا تتأخر في بازل اي مجهود وانتو فاكرين المبادرة اللي اطلقها الريس عفتاح السيسي بتاعة علاج مصابي الدمور العضل لانه النهاردة زي وده بيان اهو ده بيان حاصل فيه بيان بيان حاصل طالع من الوزارة عن انه فيه الوقتي المراكز اهو المراكز بتاعة التلقي مصابي الدمور العضلي قبله كان 838 مصاب وبعدين استقروا فيه 14 حالة من الدمور العضلي ده رحيل للجنة العليا اللي هي هتتابع العلاج وتبدأ في مباشرة العلاج احنا قدام برضو مبادرة مهمة جدا قام بها الرئيس وحريص على صحة الاطفال دول وزي ما بقول لحضراتكم يعني الدولة لا تتداخل جهد في انه تقوم بيه وجبها تجاه المواطنين لكن لما بيبقى فيه حاجة زي اللي كنت بتكلم فيها فنبقى بنتعامل معها باحترافية عشان ما نسيبش صغرة ولا نسيب انه حد يتقول عليه طيب ترجمة نانسي قنقر